السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بإذن الله النهاردة هناخد درس خصائص الموجات الصوتية للصف الثاني الاعدادي قلنا في الدروس اللي فاتت ان الصوت عبارة عن موجة ميكانيكية طولية يعني ايه موجة ميكانيكية؟ ويعني ايه موجة طولية؟ موجة ميكانيكية يعني لا يستطيع الانتشار في الفراغ ولكنه يحتاج لوسط مدي كي ينتشر فيه موجة طولية يعني بينتشر في نفس اتجاه انتشار الموجة ويتكون من تضاغطات وتخلخلات الصوت ده عبارة عن موجة وقلنا ان اي موجة بتنشأ نتيجة اهتزاز جزيئات الوسط زي ايه؟ زي مثلا النحلة النحلة لو هي بتطير بتلاقوا لها زي زن كده بتزن اما لو هي مثلا وقفة على حاجة وقفة على وردة هتلاقوها مفيش الزن ده ليه؟ لان الصوت ينشأ نتيجة اهتزاز جزيئات الوسط يبقى الصوت ده تعرفه هو ايه؟ هو مؤثر خارجي يؤثر على الازن فيسبب الاحساس بالسمع لما النحلة هتزن يعني تتحرك ينشأ الصوت لما ودن تحس بالزن الخارجية نبتدي ان احنا ودن ايه؟ تسمعه يبقى الصوت ده مؤثر خارجي بيسبب بيأثر على ايه؟ بيأثر على الازن فيسبب الاحساس بالسمع والصوت ده بينشأ نتيجة اهتزاز جزيئات الوسط يبقى الصوت ينشأ عند اهتزاز جزيئات الوسط وينقطع عند توقف جزيئات الوسط دي عن الاهتزاز وينشأ الصوت عند الانسان نتيجة اهتزاز الاحبال الصوتية يبقى الصوت بينشأ عند الانسان نتيجة الاهتزاز الاحبال الصوتية عند الانسان يجي سؤال يقول علل ينعدم صوت طانين النحلة عند توقفها عن الطيران هقوله لأن الصوت ينشأ من اهتزاز أجنحة النحلة يعني بينشأ نتيجة اهتزاز جزائقات الوسط ولما النحلة استوقف عن الطيران يعني معنى كده أنه جزائقات الوسط توقفت عن الحركة فينعدم الصوت طيب سرعة الصوت بتساوي كام سرعة الصوت في الهوى بالتحديد بتساوي كام بتساوي تقريبا تلتمية واربعين متر على الثانية يعني كل تلتمية واربعين متر الصوت يقدر يوصل لهم في ثانية خلال ثانية ممكن يزيد أو يقل حسب نوع الوسط الصوت بتكون سرعته عالية يعني سهل أنه يوصل من شخص الآخر مثلا خلال الأوساط الصلبة يبقى يكون الصوت أكبر ما يمكن خلال الأوساط نقاط هقوله الأوساط الصلبة زي إيه الأوساط الصلبة زي الخشب يالي الأجسام الصلبة الأجسام السائلة وآخر حاجة الأجسام الغازية يبقى تكون سرعة الصوت أقل ما يمكن خلال الأوساط السائلة ولكنها أكبر ما يمكن خلال الأوساط الصلبة طب لو أنا عايزة أحسب سرعة الصوت خلال وسط ما أحسبه إزاي فاكرين يا حبيب بقانون سرعة انتشار الموجة اللي كانت بيساوي إيه قانون انتشار الموجة هيساوي سرعة انتشار الموجة هتساوي التردد في الطول الموجي يبقى كان قانون انتشار الأمواج اللي هو سرعة انتشار الموجة بيساوي التردد في الطول الموجي وليكن مثلا في مسألة عندي المسألة بتقول احسب سرعة انتشار موجة صوتية في الماء إذا كان الطول الموجي لها خمسين سنتي وترددها عشرين هيرتز هنقول سرعة انتشار الموجة بتساوي إيه بتساوي الطول الموجي في التردد الطول الموجي لازم يكون بالإيه بالمت يبقى تلاتين عالمية هيساوي تلاتة من عشرة في التردد قلنا كام عشرين نضربهم في بعض واللي يطلح هكون يا سرعة انتشار الموجة طيب فيه صوت لما تسمعه تحس ان انت مرتاح له وعايز يفضل شغال وفيه صوت لما تسمعه تحس ان انت متدايق منه ما انتش قادر ان انت تكمله او عايز تبعد عن الصوت ده زي برضو فيه شخص لما يبقى بيتكلم تحس اللي نبرد صوته انت حاببها وحابب ان انت تفضل تسمعها اما فيه شخص لما يجي يتكلم انت ما انتش حابب نبرد صوته علشان كده قسمونا انواع الاصوات التي يسمعها الانسان الاصوات اللي احنا بنسمعها قسمونا لنغمات موسيقية ودوداء النغمات الموسيقية مش لازم موسيقى لا ده اي صوت ترتاح له الازن يعني ترددها منتظم الصوت مش عمال يعلى ويوتة ودوشة وفيه تغبيط لا ده صوت تردده منتظم يبقى اول نوع من انواع الاصوات التي يسمعها الانسان هي النغمات الموسيقية وهي نغمات زي تردد منتظم ترتاح لها الازن زي ايه النغمات الموسيقية دي؟ زي صوت الكمان وصوت الجتار وصوت النغمات الموسيقية تاني نوع من انواع اللي بيسمعها الانسان وهي الضوضاء لما يكون فيه مثلا ديجي شغال وصوته عالي وعمل بيعمل بصوت عالي كده كتير منا بيكره الصوت ده تقول ايه الضوضاء ده؟ ايه زحمة دي؟ ايه الدوشة دي؟ ده اسمه ضوضاء تردده غير منتظم زي الزوت ايه؟ صوت الشاكوش صوت مكبرات الصوت اللي هي بتبقى مثلا زي اسفة زي مكبرات الصوت اللي بيكون فيه الافراح يبقى انا كده عندي نوعين اتنين من الاصوات نغمات موسيقية ودوضاء نغمات موسيقية بيكون ترددها منتظم اما الدوضاء ترددها غير منتظم وفيه اشخاص الصوت المزعج ده اللي احنا بنسميها دوشة بتتعب عندها الجهاز العصبي والجهاز السماي وبتسبب لها اذى نفسي شديد علشان كده فيه ناس بننصحهم بالابتعاد عن الدوشة دي ليه انا قلت فيه ناس ما قلتش كل الناس علشان فيه ناس هي بتحب الدوشة دي زي مهرجنات الايام دي كده طيب احنا قلنا ان كل حاجة موجودة يعني او اكتر الحاجات اللي بنستعملها بتكون لها خصائص بتميزها طيب ايه هي خصائص الموجات الصوتية اول خاصية درجة الصوت او طبقة الصوت اللي من خلالها نقدر نقول الصوت ده غليز زي صوت الرجل اما الصوت ده رقيق زي صوت الست تلاوي مثلا نقول الست بتبعها صوتها رقيق اما الراجل بتبعه صوته غليز تاني خاصية شدة الصوت ده شخص صوته دايما عالي ما بيقدرش انه يتحكم فيه ده مثلا شخص صوت واط يعلي صوتك شوية عشان اعرف اسمعك تالت خاصية وهي نوع الصوت نوع الصوت شرحها طويل شوية فخلوها بإذن الله في الجزء التاني من الدرس قلنا اول خاصية درجة الصوت او طبقة الصوت دي الخاصية اللي الانسان من خلالها يقدر يميز ما بين الصوت الحاد يعني الصوت الرقيق اللي هو بتحسه رفيع كده صوتك رفيع والصوت الغليز اللي هو القوي زي صوت الانسان وصوت الاسد اما الصوت اللي هو الحاد او الرقيق زي صوت العصفور وصوت المرأة وبتتوقف درجة الصوت على حسب التردد صوت المرأة او الاسوات الحادة بيكون ترددها عالي اما الاسوات الغليزة بيكون ترددها منخفض يبقى الاسوات الحادة زيادة تردد عالي مثل صوت المرأة وصوت العصفور اما الاسوات الغليزة زيادة تردد منخفض زي صوت الرجل وصوت الاسد من هنا نقول ان درجة الصوت بتتناسب ترديا مع التردد كل ما الصوت كان عالي كل اسفا ما التردد كان عالي كل ما الصوت كان حاد كل ما التردد كان منخفض كلما الصوت كان غليص يبقى تتوقف درجة الصوت على التردد مصدره ليه؟ كلما زاد حدة الصوت زاد تردده أو كلما زاد تردد الصوت زاد حدته يبقى صوت المرأة أكثر حدة من صوت الرجل لو جبنا أساستين اتنين واحدة فيها شوية مية صغيرين والتانية مليانة مية فيها حتة بسيطة جداً اللي فاضية وتكلمنا في الإزازة دي هنلاق أن الإزازة اللي فيها شوية مية صغيرين اللي هي فاضية فيها كمية هوا كبيرة ولما كمية الهوا كانت كبيرة كان تردد الصوت بسيط لما كلمتي في الإزازة دي تردد الصوت كان بسيط وإحنا قلنا ايه الصوت اللي ده ردده بسيط الصوت الغليز يبقى كلما قلع عمود الهواء أسف يا حبيبي كلما زاد طول عمود الهواء أنا قلت لما جبت إزازة فيها شوية مية صغيرين يعني كمية الهواء فيها كبيرة يعني طول العمود الهواء كبير هيقوم تردد الصوت صغير وإحنا قلنا إن الصوت اللي بيكون تردده بسيط بيكون صوت غليز يبقى كلما زاد طول عمود الهواء قلت تردد فيكون الصوت غليز نجربوها هاتوا إزازة وحطوا فيها شوية مية صغيرين وصيبوا يحط فيها فضية وابدقوا إن أنتوا تتكلموا فيها هتحسوا إنه سوقه غليز على العكس اللي هيحصل لما نجيب إزازة ونمليها مية ونسيف فيها حتة بس هواء حتة صغيرة اللي مفهاش مية يعني طول عمود الهواء صير هلاحظ إن التردد هيكون كبير وإن الأصوات اللي بيكون ترددها كبير بتكون أصوات حادة ومن هنا نقدر نقول إن العلاقة بين التردد وطول عمود الهواء علاقة عكسية لما عمود الهواء كان طويل كان التردد بسيط كان الصوت غليز لما عمود الهواء كان قصير كان التردد كبير فكان الصوت حاد جربوها هاتوا إزازتين وشوفوا اللي أنا بقولوا صح ولا لا تعيين درجة نغمة نغمة مجهولة عندنا النهاء السنة دي في الكتاب حاجة اسمها عجلة صافار عجلة صافار ده عبارة عن دايرة الدايرة دي بتكون مكونة من أسنان ده شكلها دايرة هي مكونة من أسنان كل حتة من دول اسمها سن الشكل اللي احنا شفناه ده اسمه عجلة صافار العجلة دي مكونة من عدد من الأسنان عاوز يعرف تردد العجلة دي احنا قلنا هي عبارة عن دايرة فيها أسنان الدايرة دي مثلا هتلف مثلا خمس لفات يعني خمس دورات هتلف الخمس دورات دول في سنيتين طيب هنقول مثلا وليكن ان الدايرة فيها عشر أسنان يبقى الدايرة فيها عشر أسنان ولفت خمس لفات خلال اتنين سانية التردد بتساوي لو انا عايزة عندي نغمة مجهولة وعايزة جيبها احسيبها ازاي التردد او صوت النغمة يعني ترددها التردد بتساوي عدد الدورات اللي هو عدد اللفات فيه عدد الأسنان على الزمن بالثانية دا قانون ثابت احفظوه يبقى تعيين تردد نغمة مجهولة لعجلة صافار التردد بتساوي عدد الدورات فيه عدد الأسنان على الزمن بالثانية يبقى من هنا هنقول ان التردد بيتناسب تردي مع عدد الدورات وكذلك يتناسب تردي مع عدد الأسنان مراجعة سريعة بقى يا حبيبي اللمي فيها كل اللي خدناه خدنا النهاردة الموجة الصوتية وان الموجة الصوتية دي موجة طولية ميكانيكية طولية يعني بتنتشر في في نفس اتجاه انتشار الموجة وبتتكون من تضاغطات وتخلخلات ميكانيكية لاني لا تنتشر في الفراخ ولكنها تحتاج لوسط مادة لكي تنتشر فيه ان سرعة الصوت بيكون اكبر ما يمكن خلال الأجسام الصلبة واقل ما يمكن خلال الأجسام الغازية وسرعة الهواء الصوت في الهواء تقريبا سبتة بتساوي 340 متر على الثانية ولو عايزين نحسب سرعة انتشار موجة صوتية بنحسبها من قانون انتشار الأمواج اللي هو بيقول ايه سرعة انتشار الموجة بيساوي التردد فيه الطول الموج وانا تقسم الأصوات التي يسمعها الانسان لنوعين اتنين اول نوع وهو النغمات الموسيقية تاني نوع وهي الدوداء النغمات الموسيقية قلنا بتكون زيت تردد منتظم اما الدوداء زيت تردد غير منتظم يبقى من هنا نقول ان درجة الصوت تتوقف على ايه التردد خصائص الصوت قلنا عندنا درجة الصوت وشدة الصوت ونوع الصوت درجة الصوت عندنا صوت حاد وصوت غليز الصوت الحاد بيكون زيت تردد عالي زي صوت المرأة وصوت العصفور الصوت المنخفض او الغليز اسفح الغليز بيكون زيت تردد منخفض زي صوت الرجل وصوت الأسد أو زئير الأسد شدة الصوت الصوت ممكن يكون قوي أو ضعيف تالت خاصية وهي نوع الصوت عندنا عنوان جانبي نشأة الصوت من اهتزاز الأعمدة الرأسية وانا هنجيب إزاستين اتنين مية واحدة فيها شوات مية صغيرين واحدة تقريبا مليانة مية هنسيب بس فيها تقريبا سنتي من غير مية اللي فيها شوات مية صغيرين دي عمود الهواء فيها كان كبير فالتردد كان بسيط فالصوت كان غليص أما اللي فيها مية فتير وشوات هوا صغيرين دي عمود الهواء بسيط فالتردد كان عالي فالصوت كان ومن هنا قلنا ان العلاقة بين عمود الهواء والتردد علاقة عكسية إسنا نعرف ازاي نقص نغمة مجهولة نغمة مجهولة يعني من التردد قلنا التردد في عجلة صافار هتساوي عدد الدورات في عدد الأسنان على الزمن بالسنة أتمنى يا حبابي تكونوا استفدتم من الدرس ويكون الدرس كل طيف على قلوبكم ويكون قدرتوا ان انتم تفهموا المعلومة توصلوكو استنوني بإذن الله قريب هنزل فيديو فيه باقي الدرس بتنسوش بقى تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب واشوفكم على خير بالتوفيق يا سنة تنين ترجمة نانسي قنقر